موسيقى لسه كانوا بيعلمونا بيعلمونا حاجات كتير ليه بيعلمونا بيعلمونا نحية الفنية ونحية التربوية ودايما أداء في الملعب وخارج الملعب كانوا دايما بيتكوا عليها كان دايما يقولولنا الدكة الاحتياطة يزيكون دكة هادية عشان اللعيبة جوه أرض الملعب ما يحصلش علو حماس زيادة روح زيادة فينقلب إلى العكس في الآخر كل الأجهزة فنية كان رحمة الله عليه كابتن جمال الشمس كان دايما يبص للدكة يقولك الفرقة اللي ديكة أحسن أهدى هي اللي بتكسب لكن كان ده عبارة عن دراسات كابتن جمال رحمة طلع لي كان علامة بارزة في كرة اليد كان دايما عنده دراسات علمية ونفسية وطبية وحاجات كتيرة جدا جدا فالمدير الفني أو أي إدارة فنية لأي جهاز إذا كان منتخبات أو أندية لازم يكون عندها وعي بكل الثقافات وعي بكل المشاكل اللي ممكن تحصل جوال المباراة وداخل المباراة أو خارج المباراة لازم يكونوا عند الحدث لازم يكونوا فيه معربتهم يعني قاطع تماما أنا وأنا لعيب عملت بشهر كتيرة بس كان المدارب لما يوصلي أو يكلمني يوقفني مكاني يعني إيه يوقفني مكاني يعني يقول لي ده غلط انتهى الموضوع بالذات لما كان فيه مباراة كبيرة بتحصل خارج مصر وداخل مصر كان دايما نسمع كلامهم ليه بنسمع الكلام؟ لأن المدير الفني هو رب الأسرة هو الكبير هو اللي دايما يوجه ويقول ده غلط وده صح نتمنى من جميع الأجهزة الفنية إن لعبتها يبشي الأيام دي اللعيبة بتبقى نازلة على الموراة عندها حماس مقاطع النظير لازم تقدر توقفه تحجمه زي ما بيقول علشان ما ينقلبش إلى العكس ينقلب إلى حاجات تانية كثيرة ما بنحبهاش ما بنحبش نشوفها لكن هتكلم عن نادي الأهلي دايما النادي الأهلي مدربينه عند الحدث يقدر يوقفه لعيبه حتى لو عدى وبالذات بالأخص هفكرك وارجعك وراء شوية لما حصل مشكلة في كرة المية كان نادي الأهلي مبادئ على طول وقف لعيبة حصل مشكلة في كرة المية وكلنا طبعا عارفينها دي مشكلة قديمة هو اللي قال للعيبة دي تتوقف عن اللعبة توقف عن اللعبة بقرار مجلس إدارة هو ده النادي الأهلي هو دي مبادئ النادي الأهلي اللي هي كلنا إحنا بنتعلمها مش بنقول بس كلام لكن بنتعلم الكلام ده على مدار التاريخ ومدار التاريخ قال كلام كتير وهفكركم بقعة تانية كابتن أيمان رجدي كابتننا الكبير في الطائرة حصلت مشكلة في باتش باسكت كان الأهلي بيلعب مع نادي الزمالكة على أرض النادي الأهلي وعمل مشكلة وقرار مجلس درق ووقف أيمان رجدي عن اللعبة الكلام ده كلام مهم جدا لأن التاريخ بيحكي نفسه على مدار التاريخ دايما في مواقف صارمة على اللاعبين والأجهزة الفنية دي كانت البداية والبداية دي مهمة جدا نلاعبتنا أنا بكلم على لعبتنا ولاعبت نادي الأهلي نتمنى أن الحماس ما نقلبش أكتر من الحماس المباراة تخلص تنتهي نوقف بعد المباراة خلاص نقول الفرقة القصران نراه هاردلك والكسبانة نقول لها مبروك وهي دي طبيعة النادي الأهلي هو ده اللي بيتعلم في النادي الأهلي لللاعبين والأجهزة الفنية هنخرج من دي ونروح نقول ونبارك لفريق كرة السلة رجال بالنادي الأهلي عمل مباراة ولا أروع ولا أحسن من كده حلوة المباراة في شخصية لعيبة النادي الأهلي شخصية لعيبة النادي الأهلي اللي تواجدها بقوة جمدة جدا في أرض المباراة بارح لعيبة النادي الأهلي لما تفرج عليها في كرة السلة بارح وقفين في الملعب هي دي الشخصية هي دي شخصية اللعيب او شخصية النادي الاهلي اللعيب عارف بيعمل ايه من اول المباراة لغاية اخر المباراة ومعاه مدير فني رائع من برا كابتن عاشر في توفيق ما شاء الله عليه بيعمل روتيشن في الفرقة جميل اللعيب يلعب خمس دقايق ويطلع ويغير وما تحسش ان اللعيبة بيحصل اي دروب جوه ارض الملعب المباراة كانت متميزة جدا جدا بالنسبة لفري الاهلي كان عندهم روح وحماس عالي جدا لان المباراة مبارح لا تقبل اسمها على اتنين على اتنين اللي هو ما ينفعش نخسر لان الخسارة اتخرج برا كاس مصر وكانت بطولة مهمة جدا ان احنا نستمر في بطولة كاس مصر لان البطولة دي بطولة النادي الاهلي بيكسبها في السنوات الماضية بيكسب بطولة كاس مصر وهي كانت بطولة مهمة ومشاء الله عليهم تمام سمعوا الكلام لكن الكوارتر التالت الاهلي نزل شوية لكن الحمد لله قدرنا نعد المباراة بنجاح مع قيادة فنية مع نجومنا الكبار اللي مش عايز انسى ولا واحد يعني مو دي الجرح طبعا كابتل فريق الالكس يونج الامريكاني اللي ما شاء الله عليه رمي جنيدي وسلسياته الجمال وكمان اكيد شوكت وكل لعبتنا لكن نجمينا الكبير ايهاب امين ايهاب امين بقى موضوع مختلف تماما يعني ايه موضوع مختلف ايهاب امين راجل اساسا موهوب راجل فنان كل مصر عارف عنه كده في قصرة كرة السلة في مصر يقولك ده لعيب فنان لعيب بوهوب لما هو بيستعمل مهاراته حق بدام داخل اطار القانوني في الملعب داخل اطار تاني داخل اطار القانوني داخل ارض الملعب بنقوله شكر ما فيش مشكلة خالص ان هو يستعمل مهاراته ان عمل كرة لمسة جميلة لمسة فنية زي بيرول عملها بيمتع جمهوره بيمتع نفسه لكن خلينا اقولكو حاجة مهمة جدا اللي الكلام كتير ان الكرة الاخيرة واللي حصل كرة دي ما بتحصلش النهاردة الكرة دي بتحصل في دوريات العالم ليه لان كرة السلة بتمتاز بالفن بالفن في الاداء بالفن في اللعب بالفن في اللعب والمكسب جوه ارض الملعب مش بره ارض الملعب خلينا ارجع تاني واقولكو ان في كرة السلة في الان بي ايه جبنا لكم لقطات عايزكوا تشوفوها وتركزوا فيها وتركزوا في حاجتين تركزوا في اللعب اللي قاعد برا اللي بيطلع ممكن يرقص على الكرة والجمهور عادي اهيه الراجل بيعدي كرة يا ريت اهيه زي ما احنا شايفين قدامنا الراجل ما فيش ما فيش حد اعترض ما ما فيش حد قال اي حاجة الكرة بتعدي وبيروح يروح عشان يجيب باسكت بيها وبيجيب نقطة بيها هي ده فن كرة السلة فن كرة السلة اللي بيحصل ده زي ما احنا شايفين قدامنا هو الراجل بيعدي ونفس الكلام بيدي ما فيش ما حدش بتدايق ليه لان هم عارفين ان الرياضة دي اهيه وبيروح يجيب بيها باسكت عادي جدا اللي عايز اقوله في النقطة دي مهمة جدا دي فن كرة السلة مش اللي هو بين رجليه هو دي فن كرة السلة كرة السلة فيها مهارات كتيرة اوي 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 لكن دي احد مهارات كرة السلة اللي عايب شايف كويس عايزي عدي منه لكن هوريك وفكركم بس بلقطة نقف عند رقص دي شوية هفكركم بلقطة مهمة جدا لو كان بنتكلم عن ايه حياة فرنية تعظيم سلام اكتر من كده السنة اللي فاتت انا بس بفكر الناس مش اكتر من كده تاني بنكن كل احترام وتخدير النادي الزمالك تماما تماما وبنكن كل اخترام لكل المنافسين لكن في نقطة مهمة اهاب امين ما كانش يقصد يعمل كده لان دي مهارة فنية يمتاز بيها عملها قبل كده كتير دي رقم واحد لكن السنة اللي فاتت لقطة بستوغلن لعيم كبير جاب باسكت وكان الماتش ما بيخلصش وشوفوا عمل ايه انا بس بفكر الناس مش اكتر من كده احنا عندنا هيا بنفكر اهو الرجل عده ونزل عمل ايه اهو بدأ يعمل ضغط في ارض الملعب هل دي من ناحية الفنية ولا كانت ايه بالزبط في الاخر بقول احنا اكيد هنكنوا كل احترام وتخدير للفرقتين للفريق الزمالك اكيد لكن بنقول اللي احنا كان اهاب امين تاني بروضحها وبنقول ان دي دي ناحية فنية بحتة الراجل استعملها في اداء مهاراته لو رجعنا كرة بتاعة اهاب امين عادي جدا اللي بيحصل دي حاجة مهمة عادي جدا الراجل استعمل مهاراته في كرته والراجل حتى لو شفنا منظره لو شفنا منظره حتى يعني عايز اقولك حاجة لو كاننا احنا مقصودة بيها حاجة كانت لقيه بيدحك وبيرمي كرة الفوق ما هي خلاص لموتش خلص لكن الولد بيجري ورا كرة اهيه اهيه ولا حاجة ولا حاجة مش مدي اي الموضوع غير حقه لكن اللي بيحصل بعد المباراة عدم تقبل ده مع ان ده عادي في الرياضة جدا مع كل الرياضيات دلوقتي تلاقي اللي عيد بيرفع ايده بحماس بروح منقطع النظير ما فيش مشكلة خلي بالك ده مش بيحصل في الاهل ولا الزمالك ولا بيحصل في مصر وبرا مصر وفي كل العالم اهيه لاخر مرة بنعيدها تاني هنعيدها تاني هنشوف ايه بقى مين بيجري فين الولد لو هو فرحان وعارف ان الوقت بيخلص خلاص ثواني كان ربا كرة الفوق وقع دي ايه 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 اتحك لكن الولد لا بيجري بالكرة عادي جدا وهو لو شفناه بيروح لاخر الملعب اللي بيحصل بعد كده هو جاي استمتع بلعبة كرة السلة لان هي افن لكن اللي بيحصل بعد المباراة هو ده الكلام خليها هناليا في الحديث عن الموضوع ده بالذات لان في الاخر الاهلي والزمالك اندية كبيرة في الاخر اللعيبة دي بتروح لمنتخب مصر في الاخر مصر الاهم لازم اللعيبة لما تخرج من ارض الملعب كمان بيسلموا على بعض عايزين نشوف حاجة في اوروبا كده او في العالم اللي هي بتخرج بعد كل مباراة خاص ران كاسبان بيسلم عليه ويقوله هارد لك بلا تخبر الهزيمة النادي الاهلي فعلا احنا كنادي اهلي دايما في المركز الاول لكن لما بنقصر بنسلم على الناس وانهم ها الف وبروك كسبته ومنشوف نفسنا وبنعدل اللي لازم اقوله في فرقة كرة السلة والتعديل اللي حصل لازم اشكر فيه مجلس الادارة بصراحة لان جابوا تيم هايل من اللاعبين فعلا اختاروا شخصيات مهمة جدا ولعبين مهمين جدا والتوليفة والانسجام كابتل اشرف توفيه لازم ندينه حق لازم نقول ان هو تعم عشان يعمل توليفة جايب من كل مكان واحد اللي يعمل توليفة دي لعيبة بشترة مع بعض بالنادي الاهلي لكن عمل توليفة متجنسة جدا وقدر تلعيبها فعلا تحفظ ايد بعض في مبارح تحس ان الاهلي بيعزف في ارض الملعب كرة السلة ورجال كرة السلة ألف مبروك بس خلي بالكم دي اول مباراة في الدوري تعتبر او اول مباراة في المشوار اللي احنا مستنيين من نقو مستنيين من نقو كتير مستنيين من نقو بطولات كاس ودوري ودوري مرتبط لان انتوا تستحقوا بعد مبارح اللي احنا شفناها تستحقوا ده فعلا في اندية كبيرة كلها اندية كبيرة لكن احنا دايما بيطلع الى المركز الاول خلينا نسيب مباراة الاهلي وكلام عن مباراة الاهلي والزمالك ومكسب النادي الاهلي في دور 16 لكاسمس ويخرج لتقرير عن لعيب النادي الاهلي وفرحتهم بالفوز بعد مباراة الاهلي والزمالك امبرح الحمد لله رب العمين الحمد لله ان احنا يعني قدرنا نعد بمباراة مباراة الكوز بباليها طبيع خاص ماتشو الاهلي والزمالك بباليها طبيع خاص احنا كنا احسن طوال فهرة المباراة التوقفات الكتيرة اللي هو جهزنا الزمالك اكبر الحكام عليها ازيتنا في مرة من المرات اللعبين فقلوا تركيزهم كنا سبعة عشر بونت رجعنا وحش قوي في الراجع دي المباراة دي امكان احنا نزز ملك مظلومين فيها شوية لان احنا برضو بقلنا واحد وعشرين يوم توقف وبقلنا نلعب بيج جيم لا يجزيز بعد واحد وعشرين يوم كتير المباراة ظهرت ان انا عندي بعض المستيكس اللي انا لزم اصلاح ان شاء الله ان شاء الله انما انا سعيد بروح فرية الاهلي بروح الفانيلا الحمراء بروح الولاد مع بعض باسرارهم على المكسب انه مش مسهل انك يبقى معاك سكور وتخسره وبعد كده ترجع له تاني دي حالة كويسة جدا وان شاء الله معنا فرقة كبيرة فرقة كويسة نقصين اتنين لعيبة كبار قوي يعني نقصين نعف فضيل ونقصين السلعوي غير ولا دي اسمه عمر طوارب مع الدوية الصغيرين يعني احنا نقصين اربعة لعيبة كويسين كويسين اربعة لعيبة ممكن يبقوا في الاثناشر فبرضو دول مقصرين علينا شوية خصي بالذكر يعني بتقل عبد الفضيل من افضل السلعوي اللي عندنا والسلعوي طبعا لعيب كبير انا النهاردة كسبت يعني الروح ان العيبة شوفة بعض بيلعوه مع بعض اوقات كثيرة جدا من الجيم دفع كويس فدي مكاسب الجيم مكاسب الجيم طبعا كان سنة الفتد الزمالي كان شوية ليد علينا لما بقول كده طبعا انا بعتبر نفس ان انا في النادي للي سوى ماسكو او مش ماسكو فكده يعني ده مكاسب كبير ان احنا نبدأ ان انا نرجع تاني نكسب الزمالي نكسب الفرق كبيرة لان احنا صغرنا السن ويعني الحمد لله انا عملنا سكوت كويس بشكر جدا 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 الكاثة محمود الخطيب شكر جدا على الجهد اللي عمله معه ان هو يوقف الباسكتة على رجله ومجلس ادارة كله طبعا بشكرهم جدا جدا وشكر طبعا الجهاز اللي معايا معايا جهاز محترم جدا جدا من اول سيد مساء منير كتاع الناشئين مرمب احمد الجرحي واسلام كلاني وكل الجهاز بقى طيب قدر لان الناس كلها هي اللي بتشتغل يعني مش انا اللي بشتغل واحد يعني بس انا يعني الماتش وضح لي حاجات عندي بعض الميستيكس اللي انا شايفها فنية ما قدرش اقول تفاصيلها انما ان شاء الله هعالجها باذن الله باذن الله باذن الله يعني بروح الولاد دي نقدر نعالج ايا حد انا رحتي في ملعب التينس يعني زي انا اصحابي وكذا يعني فبقى فرصة بقى يعني بقالي كتير ملعبتي فعايزة اخرج شوه من المودي الحمد لله طبعا كل شيء ماتش طبعا الاهل والزمالك دايما ماتش صعب في كل الرياضات احنا يعني الحمد لله تعبنا قوي للفترة اللي فاتت وكنا معسكرين ومتمررين جامد ومركزين وكابتن اشرف وكابتن اسلام وكابتن احمد الجرحي وكل الجهاز يعني مش عايزة انسى حد تعبوا معنا والحمد لله تعلمنا من اخطائنا اللي كنا بنعملها في اول السيزن وبانت الحمد لله في ماتش النهاردة في اخر الماتش مش فاجئ كان تريما مشعل وكان تريما مشعل دخل علي ومندفع فمعاليتش اروح حطاها فين روح عدالتها ما بين رجله وخدتها من نحية تانية لقيت لعيبة بالنادي الزمال الجاي بتجري عليها تضربني وبعدين حصل مشدهت بعديه طبعا تموحي ان احنا نشارك نشارك ننافس على ثلاث بطلات طبعا النادي الاهلي الجماهير ما بتنزرش اي حاجة منه ولل ثلاث بطلات فان شاء الله النافس على ثلاث بطلات عندنا فريم احترم وجهاز فني اكتر من احترم والإدارة مساعدانة وموفرنا كل حاجة فالهدف ان احنا ننافس على ثلاث بطلات ان شاء الله الحمد لله كنا بدين كويس جدا مركزين من باننا اسبوع بنتمرن على لعبة بتاعهم مركزين في فورمة كويسة الناس كلها متحفزة الناس كلها متشجعة اللي احنا نكسب فالحمد لله نزلنا بدانا المطش اللي احنا نعلي عليهم الاول ما نتضمش فرصة ونضغط عليهم والحمد لله عملنا كده ودلنا نطلع عليهم عشرة بونط ووصل قباشر بونط فالحمد لله بس يال التوقفات هم بيكانوا بياخدوها فرصة اللي هم يرجعوا في المطش تاني بس الحمد لله ما ماتصرناش ودرنا نعلي السكور كل شوية كل ما ننزل نلعب وديفين سكويس ونعلم والله الحمد لله يعني ربنا وفاءنا النهاردة احنا بقى من شهر سبعة واحنا نتمرن جامد السنة دي مع كابتن أشرف توفين بنتمرن جامد جدا نتمرن صبح وجليل وفي تركيز الحمد لله مع الحمد لله الصفقات الجديدة اللي جات كلها الحمد لله متميزة وقدرت تساعد الفرق النهاردة ان احنا الماتش يبقى الحمد لله في صلاحنا الماتش طبعا مع نادي الزمالك بقى فيه ضغط عصبي فيه تنشانة فيه يعني ضغط علينا كان من أكتر لان احنا على ملعبنا وما ينفعش نخسر على ملعبنا الحمد لله ربنا وفاءنا النهاردة الفريق كله بالاستثناء كان على قلب رجل مواحد ان احنا منا نطلعش نهاردة يعني مش بنفكر في كلمة الهزيمة دي خالص الحمد لله كله موت نفسه كله قد أداء رهولي والحمد لله ربنا كرامنا الحمد لله في الآخر اللي السنة دي فيه العمار متفاوتة فيه كبار عندهم خبرة وفيه وسط وفيه صغيرين كلهم احنا بنلعب مع بعض كلنا بنلعب تيم واحد هتلاقي الاثناشر عندنا ممكن يقلبوا الجيم يعني ممكن حد تلاقي الجيم اللي بعديه بيلعب وقت أطول وبهو اللي بيقلب الجيم أو بيساعد فراء يبقى سواب رئيسي في المكسب السنة دي يعني فعلا احنا خمستاشر لعيب كوتش بيلاقي مشكلة انه يدخل الاثناشر مين وانه مين ياخد وقت أطول بيبعا انه كله بيموت نفسه في الدمرين كله والحمد لله مركز جدا السنة دي انه احنا منزعلش جمهورنا السناد ان شاء الله يعني احنا بنقعدوا ان احنا هنقاتل على ثلاث بطولات احنا هدفنا زي قال كابتان احمد الجرحي قبل المطش قال لنا هدفنا ان شاء الله بتولة أفريقه السنة الجاية احنا نازم نكسب السناد عشان نلعب بتولة أفريقه السنة الجاية فهذا هدفنا إن شاء الله بلا حدود بإذن الله نحن نبسط الجمهور في ثلاثة البطولات وإن شاء الله سنجاي نخش بتولي تفريقيا إن شاء الله ونكسبها بإذن الله الحمد لله على المكسب مبروك لي الفرق والجهاز الفني والجماعير يمكن إحنا كنا مركزين بقنا أكتر من أسبوعين في الماتش دارسين كويس الجيم الحمد لله خاتنا خطوة خطوة لحد الحمد لله ما ربنا كرم وانتهى الماتش بالفوز لنا الحمد لله كل سنة بتبقى يعني ما لاش علاقة بسنة لابليها الموسم ده إحنا داخلين إن شاء الله مركزين الثلاث بطولات إن شاء الله التوفيق بقى حلفنا السنة دي إن شاء الله كان ماتش مهم درس التاشر مع الزمالك فريق كبير الحمد لله زي ما قلت لك مركزين ما أكتر من أسبوعين منتمرن على الجيم يمكن سكرت لها كويس لنا فترات كتير يمكن كل شوية الماتش بيقف بيحصل احتجاج على الماتش فده بي نزل رتمنا شوية وبعد كده نمطش يشتري مشي شوية نرجع تاني الحمد لله نركب الجيم وفي الآخر الحمد لله يعني عالمكسل إن شاء الله هنقتل على كل البطولات السنة دي وماشيين بشكل كويس في دور مرتبط ماشيين الحمد لله بشكل كويس في الكاس وإن شاء الله دور السوبر إن شاء الله بعد نهاية دور مرتبط هيبين بقى الفرق اللي داخل الفاينل وإن شاء الله وعد عن نحنا نقتل على كل البطولات وبطولات وهنكون عند حسنة عندكم شعور لازم اتكلم على التقرير لان فيه كلام مهم جدا اتقال اولا اللاعبين بيتكلموا على طموحهم ان يسعدوا جماهيرهم لازم اقول كلمة للجمهور الاهلي العظيم الكبير اللي مباراة مقامة على صالة الاهلي ولا حاجة عارف ان فيه تعليمات واضحة ممنوع دخول كماهير فعلا ماشا الله عليهم ولا حاجة خالص التزموا بالتعليمات ودي لازم نشكرهم عليهم لكن هم بيدعموا الفريق في السوشيال ميديا وبيكلموا الناس كلها وكل حاجة بنشكر جمهور الاهلي على الدعم اللي بيدي الفرقنا لان هو المصدر الاساسي والرئيسي للبطولات للنادي الاهلي دي حاجة مهمة جدا لكن خيار عليك على كلمة كابتل اشرف توفيق اللي قال فيها ان احنا عندنا سلبيات لسه موصلناش هو شايف الماتش منظور مختلف تماما الراجل كان تعبان جدا اكيد عليه ضغط نفسي وعصبي رح يلعب تنس لكن قدرت كاميرا الاهلي تروحوا لغاية ملعب تنس وتصور معاه بيقول لسه عندنا غلطات هو شايف من وجهة نظره ان فريقه لسه موصلش للفرمة العالية جدا كان فيه فترة توقف 21 يوم فالفترة اكيد ما فيهاش مباريات فاللي ما فيهش فرمة مباريات فبتبقى فيها مشكلة لكن خلينا نقول لهم الف مليون مبروك استمروا على ده اللعيبة وكلامها دلوقتي قدامنا كلنا بيقول ان عندهم شخصية عندهم تعب جهد عرق تعبوا جدا عشان يوصلوا لهم فيه تاني الف مليون مبروك وابإذن الله نتمنى لكم التوفيق في التلب بمطولات اللي جايين لاننا متأكدين عندنا الرجال على قدر المسئولية لفريق كرة السلة رجال في النادي الاهلي هنسيب الفوز ونسيب الفرحة المباراة مباراة ونروح لفريق كرة السلة سيدات وكابتن علي هاشم كابتن علي هاشم وفريق وبيستعد الكاس مصر كاس مصر بطولة مهمة بطولة ان الاهلي بطلها عايزين المرحلة الجاية بكابتن علي شغال على ده لكن كابتن علي مستني الكسبان من مين من الشمس والجزيرة كابتن علي لما كنت بكلم معه بيقولك ان الفرقتين كبار فرقتين مهمين دوري كرة السلة سيدات لا يقل عن دوري كرة السلة رجال خلينا نخرج تقرير مع كابتن علي هاشم والحديث عن استعداده لكاس مصر في المرحلة اللي جاية وترجعوننا مرة تانية انا بقالنا يعني حوالي بقالنا وقفين بقالنا حوالي 15 يوم يوم 21 ان شاء الله عندنا موتش مهم جدا مع سبورتنج في الكوارتر فاينال دوري المرتبط بنستعدله من فترة الجيم ده وات الجيم ده اول مرة في تاريخ البسكبول سيدات لتقابل اهلي وسبورتنج في دور التمانية ان شاء الله فعملين زي معسكر كده ان شاء الله بنتمرن الصبح وبعد الدور بقالنا فترة وعشان الجيم ده باذن الله كنت اعتمنى ان احنا نكمل على طول بس هو المشكلة اللي كان فيه ارتباطات منتخبات 16 سنة ومنتخبتها على ثلاثة فعشان كده التوقف يعني كان فيه توقفه فأنا كنت اعتمنى ان نمشي على طول اللي احنا كنا ماشيين كويس يعني اعتبر فترة اداة جديدة خالص حطينا بروغرام جديد بدأنا نشتغل فندمنتالز على شكيلة برضو كان فيه ناس عندها اصابات بترجع ستيب باي ستيب فربنا يكرم ان شاء الله يبقى كله جاهز قبل يوم 21 بإذن الله بنسبة كبيرة بنسبة كبيرة يبقى اول اختبار ان شاء الله ماتش سبورتنج ده اقتران اشتغل معايا اربعة متسبتين معايا معايا ايا الفئي متسبتة معايا في الدرجة الاولى معايا حبيبة محمد ومعايا ملك هشام ومعايا سلمة موفق الاربعة دول من فريد 18 سنة بروغرام جنين الدرجة الاولى وان شاء الله يبقى ليهم دور بإذن الله جيم سبورتنج بإذن الله احد الوقت احنا ماشيين كويس ان شاء الله بإذن الله زي ما قلت عارضك الجيم بتاع سبورتنج ده هيحدد حاجات جديدة احنا ماشيين ستيب باي ستيب ان شاء الله ربنا اكتبالنا بإذن الله احنا عندنا التارجت عايزين لاربع متشاط هناخد اتنين صغيرين بإذن الله بإذن الله اتنين صغيرين واثنين كبارة وبعد كده بإذن الله نشوف مين اللي طالع من المجموعة اللي هناك اعتقد هيبسموحة يعني اي حد في نادلقالي بيبقى بالنسبة له التحديات الكبيرة واحنا كل بطولة هنخش فيها ان شاء الله بإذن الله هنحارب اللي احنا نكسبها بإذن الله المنتخب احنا لسه رجعين من تونس كان فيه بروتوكول بين وزارة الشباب والرياضة التونسية ووزارة الشباب والرياضة المصرية عملنا تلت مطشط هناك دخلنا بعض العناصر الجديدة ما كانوش معي في أفريقيا بنشوف بعض العناصر الجديدة وده بيبقى في فترة اعداد لكاس العالم ان شاء الله معي اربع العيبة اربع العيبة من النادي الاهلي موجودين الباب مفتوح لأي حد من سموحة من جزيرة من اليوبلس من الصيد من اي حاجة الباب مفتوح لقدام لعبة المنتخب كلهم احنا بننزل نشوف دوري مرتبط وبنتابع بطولة الجمهورية لما تبدأ ان شاء الله وان شاء الله هنعمل حاجة كويسة بإذن الله في كاس العالم ان شاء الله السنة دي الدوري صعب جدا انا بقول الكلام ده من اقول الموسم ان السنة دي كله دعم اه الاجانب من كل الفرق جابت اجانب والاجانب على مستوى عالي للسنة دي فاي حد يكسب اي حد السنة دي مش مضمونة يعني الاول كان ادعى بتبقى عارف الدنيا رايحة فين اهلي سبورتنج ممكن جزيرة يخش شوية السنة دي صعب تتكهم باي حاجة بطولات صعبة الدوري والكاس حتى المنطقة الجزيرة جايب اجنبها كويسة اعمل اضافات احنا مستعدين لكل الكلام ده والناد الاهلي احنا بنتحمل بنعرف نتعامل مع الكلام ده بني حيب نلعب في كومبيتشن عندي في الناد الاهلي تقتربع الفرق ممكن يجي لها اي حاجة برا عن السورية ما يجي لها حاجة برا ممكن هلا يجي لها حاجة برا منارة لدينا عمر نور علي طالعب مش عايز ننسى حد يعني بس مؤهلين ان كلهم لعبوا اقل واحدة لعبة افريكا وكاس علا زي ما شفنا كابت العلي هاشم ويهو بيتكلم على كاس مصر والحديث على التدريبات والفريق والعجبات الفريق اللي هما ان شاء الله هيكونوا في المعاد لان برضو فريق كرة السلة سيدات مهم جدا هما يكونوا ابطال ان شاء الله بإذن الله في المرحلة اللي جاية بإذن الله برضو منتظرين جميع البطولات منهم بإذن الله هنسيب كرة السلة وهنروح لكرة اليد وكرة اليد محيرة الجماهير من الآخر عشان يبقى كلام واضح فريق كرة اليد في نادي الاهلي بيستعد لمباراة بكرة الجمهور نادي الاهلي حيران مع فرقة كرة اليد يعني بينه وبينه اعتاب لخسارة فريق كرة اليد في بعض البطولات في السنة اللي فاتت لكن بقول لهم السنة دي الموضوع مختلف كابتن يحيى يوسف تصريح ليه بيقول لنا بيقول ان هو بيستعده دوراته قلوم بيباراة مهمة جدا بكرة في الدوري عايزين يكسبوا كل البطولات ان شاء الله في السيزن دا وده اكيد انطباع كويس من ادارة فنية عشان ينطبق على اللاعبين واكيد اللاعبين بيكونوا عايزين يبزلوا اقصى جهد لان الجماهير منتظرة كرة اليد بالاخص دونا عن اي فريق واكيد الجماهير ودعمها ومسندتها لفريق كرة اليد دي حاجة مهمة جدا 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 وهو ده اللي بنطلبه وهنفضل نطلبه من جماهير الاهل مسندت جميع الفرق لغاية اخر مرحلة ان شاء الله في اخر السيزن عشان كلنا نتبسط بكل بطولة تخش النادي وتزيد من رصيد بطولات وتاريخ النادي الاهلي في جميع الالعاب في النادي الاهلي خلينا نخرج تقرير مع كابتن يحي يوسف المدرب العام والكلام والحديث عن مباراة الولمبي ان شاء الله بكرة وترجع لنا مرة تانية طبعا احنا بدينا الموسم يوم اربعة تسعة ده ده الدوري بالنسبة لنا لغاية دلوقتي احنا لعبنا تسع مباريات كان لعبنا سبع الأول لغاية تسعة وعشرين التسعة وبعد كده الدوري يوقف لمدة شهر علشان كان فيه زمانك مسافر أفريقيا والمنتخب كان عنده مبارايتين مع منتخب البرتغال المرشات اللي احنا بديناها السبعة كسبنا ست مباراات وانهزبنا مباراة واحدة للجروف عندنا كانت بصراحة والغاية دلوقتي موجودة هي الإصابات الإصابات هاللي بنعاني منها بصراحة من أول موسم أو بعد بداية الموسم ان كان عندنا الإصابات لسه راجعين من قيمة أسبوع كان ممضوح طهو وكان فايز كان عندنا إصابات كتير جدا على مدار الشهرين اللي فاتوا كان عندنا لسه عبد الرحمن علي اللي هو فيصل لسه راجع من الأصابات برضو كان عنده كاسر في تاني مباراة بالنسبان عنده كاسر فيديه ولسه راجع لأسبوع اللي فات حاليا عندنا يوسف معرف اللعب المحترف التونسي ومنعاني من تول موسم كان بدنا الموسم كمان بإصابات كان فايز ممضوح كان محمد عصامة طهو الحارس المرمى لأساس المنتخب كمان وكان عندنا إسلام حسن برضو مصاب هي دي العقبة الوحيدة أو أكتر العقبات بالنسبان بتواجهنا إلى إصابات طبعا العقبات برضو اللي بتقابلنا كمان المنتخب احنا عندنا الحمد لله لعبة كتير في المنتخب كانوا 9 وآخر أسبوعين دولة قبل مرش المتغل بقوا 6 فالعناصر كلنا بقاشوا موجودة مع وجود إصابات طبعا بتبقى عندنا مشكلة وعدم اتزان في التمرين يعني أعتقد السابق الأولين نحن لعبناهم كنا لعبناهم مشكلة كويس وبنشغل بسيستم معين مع طبعا المدير فالي أولى السويدي ومشيين بخطة سابتة لغاية دلوقتي نحن لينها طريقة لعبة في الدفاع ولينها طريقة لعبة في الوجوم فدي مشيين عليها بسيستم معين بمحاضرات معينة نحن دايما في خلال الأسبوع لازم يكون فيه يوم أو يومين محاضرات فيديو أو اجتماع للفرقة بحيث الأخطاء بتاعتنا أو الشكل اللي عندنا بنحلها نظري وبعد كده بننزل الملعب عملي الحمد لله بعدنا الأسبوع اللي فات أو مبارتين بعد التوقف الشهر ده كان مع اكتوبر في اكتوبر وكسدنا الحمد لله وكان عندنا المعادي ومجمع الحمد لله وكسبناه وكان الأولاد قضب بشكل كويس مسافرين عشان نلعب أولمبي في الأولمبي ماتش برضو رخم ومسهل يعني لدينا سكيدرية كلها مميزة ونرجع برادو في يوم الخميس عشان نرجع نواجه نادي الجيش جيش محترم فرق كويس جداً هو رغاية دلوتي هو ماشي التاني الدوري بيفرر الاهداف عننا لازم نكسابه عشان يعني نتخطأ وكونوا هدفنا إن شاء الله نكمل باية المرشات للفوز بيها وإن شاء الله يكون مرش بتاعنا هو زمان كوال فايسر على قمة الدول إن شاء الله كان عندنا أصلا إصابات كتير جداً وكنا مصعدين من أول موسم بصراحة مصعدين من 3-4 لعيبة وخمس لعيبة كمان من موليد الفين اللي هو فريد الشباب عشان كمان يكتسبوا الخبرة كمان مع إننا كمان إحنا نزلين بالسن كويس جداً إحنا كان عندنا متواصل السن بتاعنا 30 سنة إحنا دوقتي نزلين 24 ونص ودي حاجة دي كويسة محتاجة بالشغل ومحتاجة وقت شوية بس الولاد بيندمجوا مع التمرين والنظام إحنا عملناه طبعا إن نقطع تاخد حد من الشباب دي حاجة كويسة لنا إن إحنا عايزين نرجع الأيام بتاعاتنا بتهزمين إن إحنا مش عايزين نحتاج لحد أو نشتغل حد من بره لازم نكون إحنا مهتمين بيقطع النشئين والشباب عندنا عشان نقدر نشتغل بهم ويقطع الصعاد وضرورة هذا اللي إحنا شغلنا عليه بأن بصراحة سنة إن إحنا عايزين نفرق من لعيب ناندل أهلي وأولاد ناندل أهلي للفريق الأول لغاية دلوقتي برضو بنصعد واحد أو اثنين في الطبيعي في المشروط حتى لو إحنا كاملين ساعد بنحتاج لعيب ألفين وبنصعدوا معنا وهم ماشيين بشكل مميز معنا الحمد لله أهم حاجة إن فريق جمع أكبر فترة ممكنة إحنا متجمعش للأسف إحنا آخر مطشين اللي فاتوا دولة بعد التجمع إحنا جمعنا كاملين أو أول مرة تحسب لأول موسم إن إحنا السبعتاشر اللعيب نتجمع إحنا مستجين سبعتاشر اللعيب أول مرة قبل ثانين وعشرين ساعة من المطش اللي هو بعد اللجوع ده كاملين وغير كده مفيش أهم حاجة يحصل إنسجام بين اللعبة ويحصل طوافق في اللعبة والكلام ده لهم يكونوا مدواجدين دايماً اللعبة مع بعض بس المشكلة إن غير عن تجمعات منتخب والإصابات هو اللي بيأثر معنا في الحتة دي ما نقصوش حاجة لن إحنا إن شاء الله هو هدفنا أصلاً والسلنية دي أصلاً إن شاء الله نحق بطولة الدوري وإن شاء الله نحق بطولة الكاس وإن شاء الله عيني على بطول أفريقيا في جزائر أبطال الكوز دي ده الأهم بالنسبة لنا الثلاث بطولات اللي إحنا عايزين ومسلنين دي وهدفنا ليهم أصلاً إحنا متكلمين أول مع الولاد أو كأكياز كله كاملين إن إحنا هدفنا واسلنية دي الدوري والكاس وبطول أفريقيا ده ونرجع تاني إن إحنا السالة كان فيه إخفاقات عندنا فمش عايزين ترجع تاني كمان مع الخبرات اللي مفهوض اللعبة بيكتسبوها إن إحنا هدفنا بالسن أو كل موظم الفريق موظموا الشباب فيه كام عنصر الخبرة بس موجودة بس إحنا شارعين على الكام ده بحيث إن هم يأخذوا الخبرة بحيث إن سنين البعلكية تبقى للنادي الأهل إن شاء الله الجمهور أكيد ده ما هو مش صلح هو ما فيش صلح بيننا ومن الجمهور إن إحنا أصلاً ما فيش حاجة بيننا وبينهم هم الجمهور ده هو أصلاً هو طبيعي في دهرنا وكان دهرنا مش السنين دي بس وسنين الفائد اللي عبليها دولهم جمهورنا دي أهلي محترم وعارف في رئيته إلا أنا عايزه بس اللي هم دعم الفريق إحنا إحنا غيرنا جلد جزء كبير جداً من الفريق وجبنا شباب وبنصعد ناس وحده كله لازم يكون الدعم من لكه مش بس آية إن أنا ممكن لقيته مرش وحش اللي أنت تغيرت علي بالعكس أنت مفروض أنت عارف مثلاً مستوى العيب وكويس وارج جداً اللي هو يبقى عنده خفاقات في مرش مش كويس في مرش أو عنده وصابات لازم الجمهور هو عارف الفرقة دي كاملة ومش كاملة هي دي النقطة اللي مفروض أكتلم عليها أصلاً معاهم أتمنى أنه هم يكونوا دعم لنا دايماً ووفدرنا دايماً وإحنا أصلاً من غيركم ولا حاجة أصلاً كعجبونا للأهلي زي ما قال كابتل يحيى يوسف المدرب العام لفريق كرة اليد بيتكلم على دعم الجماهير طلب دعم الجماهير حتى لو كان اللعيبة مستواها بيقل بينخفض في المباراة لكن هو طالب أن الجمهور يدعم للآخر لأن الحالة نفسية للعيب ودعم الجماهير حاجة مهمة بالنسبة لهم هو قال لنسة الفرقة مكتملة العناصر لسة حالة يعني لسة قريب جداً لنسة الفرقة مكتملة العناصر شاكر عنده كم إصابات من أول السيزن أنا متأكد مع جبهير الأهلي بيدعمه كل اللعبين حيدعمه كل النادي علشان عايزين أكبر مكسب تحقيق بطولات في المرحلة اللي جاية لكن فريق كرة اليد ده حازي نقوله كلمة مهمة في بداية السيزن بنقوله أن جمهور الأهلي منتظر منك الكتير منتظر منك اللعيبة على أرض المعب تموت نفسها تتعب تبزل أقصى جهد أقصى عرق النتيجة بتاعت ربنا حيرضوا بالكلام ده جمهور الأهلي هيوافق على الكلام ده إن هو في الآخر عايز فريقته يحس أن هي بتلعب بشخصية النادي الأهلي نتمنى من لعيبة كرة اليد المرحلة اللي جاية مرحلة مهمة تعب عرق جهد إن شاء الله يكون مكسب بطولات خلينا نسين فريق الدرجة الأولى لكرة اليد بالنادي الأهلي وهنروح لكابتن محمد يحيى المدير الفني لموليد ألفين كابتن محمد يحيى لعبه مبراه موليد ألفين وفازه على نادي المعادي 32-23 نتيجة مرضية جدا لكن هو الراجل بيقول إن العناصر الموادي بيلعب كل العناصر بكل المتشاط لأنه هو الهدف الرئيسي لكابتن محمد يحيى والهدف المطلوب من رئيس الجهاز كابتن عمر شاوي تفريغ أو تفريغ اللاعبين أو تفريغ اللاعبين للدرجة الأولى ده الترجل بتاع الفرقة دي مع إن الفرقة دي ما شاء الله عليها كسبنا كل بطولاتها لكنه فيها نجوم كبار لكن عايزين أكتر بنا من طلع أربعة خمسة نطلع عشرة فالمرحلة كلها اللي بيلعبوا فيها بيلعبوا علشان يقدر يطلع أكبر قدر ممكن من اللاعبين لفريق الدرجة الأولى خلينا نشوف كابتن محمد يحيى قال إيه بعد بوراة المعادي اللي نادر أهلي كسبها 32-23 هو كابتن أحمد أسامة وترجع لنا مرة تانية فرقة المعادي وفرقة المحترمة طبعا من احترامة جدا بس أنا كنت بوزع المجهود والحملة على كل الفرقة لو حرج بسرقة تلاقي كل الفرقة كل اللعيبة لعبت بشكل متساوي وده أنا كنت أصدو عشان كل اللعيبة تبقى مشاركة حتى اللعيبة اللي بتشاركش في توقيتات كتير في المباريات بحاول أديها الثقة دايما بحاول دايما يبقى هدفي السندي أو ترجيتي بعد ما حصلنا على دوري وكاس بس إن شاء الله طبعا متعودين لنادي الأهل النكسة إن شاء الله يبقى دوري وكاس بس الهدف الأكبر إن أنا أقدم لعيبة للدرجة الأولى تفيد في الدرجة الأولى وبالفعل في حوالي أربع خمس لعيبة بيشاركوا من دلوقتي مع الدرجة الأولى حتى لو في التمرينات أو مباريات الودية أو يبقوا موجودين بس حتى موجودين معهم في مباريات رسمية دي خبرات لي أتعلموا منها الخبرات بتتنقل لهم من لعيبة الكبارة موجودين في النادي الأهل والعيبة المنتخبات فبتبقى استفادة ليهم فأنا بصراحة يعني حاطي الترجة كده السنة دي ده أهم حاجة بالنسبة لي والحمد لله في الدوري ماشيين كويس لغاية دلوقتي نحن ماشيين تاني أوه بس أشياء تعديننا مطش مع الطيران الأولاني لكن لسه قدامنا نحن لعيبنا النهاردة 9 مطش لسه عندنا 9 مباريات إن شاء الله ننهي الدوري الأولاني أول بإذن الله ونخش على مرحلة اللي بعدية وإن شاء الله نقدر نحق الدوري والكاس السنة دي برضو بإذن الله هو طبعاً كابتن عمر شوقي بصراحة مع الفرقة كلها مش أقول له حالك برضو في الدرجة الأولى والمرتبط 2000 ومرتبط 2002 بس أنا بشوفه حتى في قطاع الناشئين طبعاً موجود كابتن تامر أو دكتور تامر المدير قطاع الناشئين كابتن عمر برضو بيسيبوش في ظاهر بيروح لكل المباريات ودي بصراحة بتدينا دعم قوي ودائماً بنحس إن إحنا وراءنا حد بيدعمنا طبعاً أي مدرب ما فيش مدرب ما عندوش أي أخطاء بتلاقيه هو صبورته وراءك بيكلمك في دي بيناوي لك أن حاجة معينة بيقولك حاجة معينة يوصل لك أنت مشاخب بالك منها فبصراحة كل الشكر والتأدير للكابتن عمر شوقي طبعاً ودعمه الكامل للجهاز كله مش أقول لك فرقة 2000 بس أو محمد يحي بس وبصراحة بيدعم الجهاز كله بصراحة وإن شاء الله نقدر السنة دي تعمل موسم كويس والدرجة اللي قولها إن شاء الله تكسب دوري وكاس والمرتبطين نفس الكلام وكل فرقة نادي الأهل بصراحة بنتمنى تزهر بمظهر كويس لأن ده الطبيعي بتاعها نيتبقى واخدين كل البطلات إن شاء الله بإذن الله مباريات النهاردة كانت صعبة بس إحنا دخلنا من الأول جامعة دفعنا ولعبنا وحاجمنا وأكدنا كل الكورة بجلنا بس فده دفعنا بماطش فرق سكور فلعبنا مرايحين يعني كله خد فرصيته نار أبرز التحديات إن كل الفرقة مستوعية عن السنة اللي فاتت وكله بينافس وكله بيكسب بعضه ما فيش ضعيف ومفيش جامد يعني إحنا تعدلنا مع فريد طيران عمرينا ما تعدلنا معاه قبل كده عادي هو شد حلو السنة اللي وتعدل معنا بس إنه إحنا بنحاول بقى كل فرقة بتيجي بنعب أقدم ماطش حسواء كان ماطش جامد ماطش ضعيف ماطش نهائي ماطش بطولة كله ماطشة زيبا طموحنا نحافظ على الدورة الكاس في السنة اللي فاتت كله قبله إحنا خدنا دورة الكاس في السنة اللي فاتت طموحنا نحافظ عليها إحنا كنا متمرنا مع فريد أول كلنا في أول الموسم عشان عشان فريد كله كان في المنتخب المدرب شافنا كلنا وكل واحد طبعا أمل أنه يكامل في فريستيم وفيناس أصلاً دلحد اللي وقت تطلع فريستيم في الماتشوات وكده بس كل واحد بيشد حلو بيلعب بيشتغل على نفسه عشان يطلع يعني الفريستيم كابت المحمد يحيي بتكلم كلام جميل جداً أن الأساسي عنده تفريخ اللاعبين للدرجة الأولى وأنا عارف أن لعبة مويد 2000 في نيد الأهلي ماشاء الله عليه ووقتع ناشئين عندنا ماشاء الله عليه ماشي بشكل كويس شكل مردي أن هو يقدر في المرحلة اللي جاية يفر لعبين للدرجة الأولى نتمنى لهم التوفيق ونتمنى لهم دعم الجماهيل لفرق كرة اليد في النادي عشان يقدروا يحققوا في المرحلة اللي جاية هنسيب كرة اليد رجال ونروح لكرة اليد سايدات وفوز النادي الأهلي على الصنطة بنتيجة 38 سبعة أكيد نادي الصنطة نادي لسه داخل حديثاً لبطولات الجمهورية والدوري وأكيد بنشكرهم أن هم قدروا يعملوا رياضة للنسائية عندهم دي حاجة مهمة جداً يكون عندنا دوري سيدات منتشر في أنحاء مصر عشان يقدروا يفرزوا منتخب قومي للسيدات اللي احنا كلها بنتمنى أن اتحاد اليد يعمل منتخب قومي للسيدات كابتن ياسر صلاح جرب لعبته أكيد في المباراة دي بيجرب جميع اللعبات وبيجرب خطة كتيرة طبعاً أكيد النجمات الأهلي بخبراتها بوجود كابتن ياسر يعني قدر يحكم السيطرة على المباراة لأن النتيجة واسعة جداً 30 هدف فارق عن نادي السانطة وهو شايف من وجهة نظره أن الأداء البدني والفني والتكتيكي ماشي على ما يرام على الحاجات اللي مرن عليها الفرقة بتطبعها نسيب كابتن ياسر صلاح لكن هنستمر مع كرة اليد سيدات وكابتن سارة الخولي المصابة لعيبة النادي الأهلي لكرة اليد في الدرجة الأولى سيدات لعيبة كبيرة لعيبة مهمة كانت جات لها إصابة جات لها إصابة في وطر بالرقبة ومن قاعدة لغاية وقتنا هذا عدها تأهلات كان إن شاء الله بإذن الله مفروض تنزل على آخر نوفمبر بتستعد آآ سارة الخولي عملت تلات عمليات حقن تلات عمليات حقن بالبلازما في الرقبة عندها عشان تقدر تستمر ودي حاجة مهمة هو ده اللي عيب اللي بيستحمل اللي بيشيل حاجات كتيرة علشان يقدر يمتع جمهير النادي الأهلي ودي حاجة مهمة كانت سارة الخولي دايما الحريصة كمان إن هي تحضر كل مباريات الفريق بتشجع فرقتها لأنها واحد من الفريق اللي هتخش إن شاء الله قريب على آخر نوفمبر هي بتشكر الجهاز الفني والطبي إن هو بيساعدها ومهتم بيها جدا جدا وبيشوفها يعني على طول علشان يقدر يرجحها في أسرع وقت سارة الخولي من اللعبات أو نجمات الفريق لكرة اليد سيدات بيئة النادي الأهلي وكمان هي بتاعت كل جمهير النادي الأهلي إن شاء الله إن يقدر يحفظه على مكاسب السنة اللي فاتت والحفاظ على أربع بطولات نجمات الدهب لكرة اليد سيدات في النادي الأهلي هنسيب الكرة اليد سيدات ونروح لكرة طايرة ونجوم الدهب وكابتن ميدوم صلحي والاستعداد للمرحلة النهائية لدوري الكرة طايرة رجال اللي إحنا أبطاله وإحنا أصحاب اللقب كابتن ميدوم صلحي بيستعد للمباراة اللي جاية مع نادي طنطة نادي طنطة دي أول مباراة هتكون في نهايات الدوري خلاص المرحلة الأولى شبابنا لعبه وخبراتنا كمان نجمنا كبار لعبه لكن دلوقتي بنستعد للمرحلة النهائية إن شاء الله هللعب نادي طنطة في صارة الأمير عبدالله فيصل الساعة ستة إلى المطش اللي جاي يوم الجمعة اللي جاي في النادي الأهلي وكمان النادي الأهلي قدر يفوز على جزيرة الورد والظهور والشارقية للدخان والطيران وهليوبلس كل أمنياتنا الطيبة لفريق الكرة الطيرة رجال في النادي الأهلي بالحفاظ على البطولات خلينا نبص لي جدول مباريات النادي الأهلي في المرحلة اللي جاية مرحلة الناديات اللي هي دي مباريات الأهلي بالدور الأول من الدوري يوم 8-11 الأهلي بيلعب طنطة الساعة ستة في صارة الأهلي ويوم 11-11 معيات ثلاثة يام على طول بيلعبوا على طول الطيران مع الأهلي في صارة أكاديمية الشرطة الساعة ستة كل مباراة النادي الأهلي الساعة ستة 15-11 الأهلي والشمس في صالة الأهلي و 18-11 بيترو جيت والأهلي في الشرقية للدخان و 22-11 الأهلي والاتحاد في صالة الأهلي و 25-11 الأهلي مع اسموحة في صالة الأهلي كل مباريات الأهلي بتلاقي الساعة 6 كلها 4 مباريات و 4 بعض و 29-11 الأهلي في هليوبلس الشروق و 22-12 الأهلي سبورتينج في صالة الأهلي يوم 20-1 القناة مع الأهلي في هيئة قناة السويس و 24 تلاقيع الجيش والأهلي في صالة نادي تلاقيع الجيش و مبارات الأهلي و زمالك لم تحدد رسميا لكن لو لاحظنا في الجدول من يوم 22-12 ليوم 20-1 الدوري هيتوقف علشان منتخب مصر لكرة طائرة هيستعد للتصفيات الأولمبية المؤهلة للتوكيو والبطولة دي عمدنا في مصر نتمنى لهم التوفيق ونتمنى لكل فرقنا و منتخباتنا الوصول للتوكيو لأن ده حاجة مهمة جدا للرياضة المصرية أكيد فيه الدعم من الدولة مدية كل اتحاد الدعم عشان أكتر أبطال عمدنا يقدروا إن شاء الله يرجعون لنا بمدنيات من الدورة الأولمبية هنروح لآخر خبر وهو خبر دائما وأبدا و نجمتنا الكبيرة كابتن جيانا فاروق نجمة الكاراتي في النادي الأهلي كابتن جيانا فاروق بتستعد للدور العالمي البطولة هتقام في مدريد في أسبانيا الشهر ده كابتن جيانا فاروق بتحقى نتائج متميزة جدا في الفترة الأخيرة في زهابيت بطولة الدوري الدرجة الأولى في تشيلي دي الدوري العالمي و زهابيت الدوري العالمي في اليابان جيانا فاروق من النجماتنا الكبار اللي مصر كلها مستنياها في الأولمبية بنقول لها كل التوفيق كلنا دعم وراكي لأنها فعلا ظاهرة فريدة من نوحة في الكاراتي و كل مصر بتدعمها وزارة نادي أهلي دعم أساسي للكابتن جيانا فاروق عشان إن شاء الله بإذن الله نتمنى لها التوفيق في المرحلة اللي جاية وتوصل لتوكيو و كمان نستنيين منها مدلية في توكيو بكده خلصت أخبارنا لكن ما خلصتش حلقتنا هنخرج لفاصل عشان نستقبل نجمتنا كابتن جانا الألفي و كابتن آي إبراهيم اشتركوا في القناة نادي الأهلي في التعاقد مع آية الفئي لعبت منتخب مصر للآنسات و نجمة نادي الغابة لتدعم صحوف الفريق خلال الفترة المقبلة قدمت الفئي أداء مميزا خلال مشاركتها مع منتخب مصر للآنسات تحت 16 سنة في بطولة إفريقيا الأخيرة التي حصل فيها منتخب شبات الفراعين على المركز الثاني و وصفة البطولة القرية عقب الخسارة من منتخب مالي القوي بالنهائي هي البطولة التي أقيمت برواندا أغسطس الماضي واستطاع منتخب آنسات السلة تصطير تاريخ جديد بعد الصعود لنهائية بطولة العالم المقبلة المقرر إقامتها صيف 2020 برومانيا بعد فوز على المنتخب الأنجلي في النصف نهائي للبطولة القرية كان لآية الفئي دور مميز في هذا اللقاء لاسيما بعدما استطاعت تسجيل سبع عشرة نقطة لمفردها ويأمل الجهاز الفني للفريق الأول لسيدات كرة السلاب النادي الأهلي بقيادة علي هاشم أن يكون لآية الفئي دور مميز مع الفريق خلال المرحلة المقبلة وبالحديث عن قطاع الناشئات داخل القلعة الحمراء فنجد موهبة أخرى وهي جانا الألفي نجلت كابتن إيهاب الألفي أحد أهم لاعبي ومدرب الأهلي خلال الفترة الماضية ويتوقع المتابعون للعبة أن تقدم جانا الألفي أداء مبهرا خلال السنوات المقبلة لما تتمتع به اللاعبة من مهارات وقدرات خاصة جعلتها محط أنظار الاتحاد الإفريقي للعبة قبل أن يتم اختيارها ضمن برنامج المواهب التابع للاتحاد الإفريقي وشاركت في معسكر MPA Junior الذي يقيم في السنجال لمدة أسبوع ثم توجهت إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في بطولة MPA Junior Global ممثلة عن قرة إفريقيا أمام مواهب العالم قدمت جانا أداء مميزا حيث احتلت خلال البطولة صدارة قائمة أعلى اللاعبات تسجيلا للنقاب برصيد 14 نقطة كمعدل تهدي فيه في المباراة الواحدة وقابت فريقها حتى الوصول للدور النصر النهائي من المسابقة لدى جنأ الكثير من الآمال والطموحات حتى تحققها خلال الفترة المقبلة ليرسل قطاع نشئات بالنادي الأهلي رسالة لجماهيره ومحبيه أنه لا خوف على قطاع كرة السلاة سيدات بالنادي حيث أننا نمتلك العديد من المواهب التي ستكون خير ذخيرة للفريق الأول في قادم الأعوام زي ما شفتنا في التقرير النجومنا وازاي نقدر عندنا نجمات برضو كبار طالعين من نشئات وطالعين للدرجة الأولى بقوة صعدين بقوة كمان الاتنين نجباتنا النهاردة نجبات من انطراز مختلف شوية كمان بيلعبوا في جونيور أو جونيور أكاديمي دي حاجة مهمة جدا 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 في الان بي بتعملها وجود الان بي اي في مصر أو وجود الان بي اي في أفريقيا دي حاجة مهمة عشان نجماتنا ونجومنا يقدروا يروحوا لعالمية سريعا خلينا نرحب بنجماتنا النهاردة كابتن جانا الألفي كابتن جانا سالخير سالخير منورونا ومعنا المنضمة حديثة لنادي الأهلي كابتن آية الفئي مساء الخير يا كابتن آية سالخير هابدأ معاكي وأقولك النهاردة ده أول لقاء وأكيد كلكم مند الأهلي عايز يعرف تفاصيل انضمامك إلى النادي الأهلي هو شرف كبير ليا جدا أن ينضم النادي كبير زي ده وده كان حلمي أن أنا نضمله عشان النادي كبير وليه قوام جامد قوي وقوي فدي كان حاجة دي كان ستيت مهمة قوي في الباسكت بالنسبالي أنا أبقى أنضم الأهلي أنضمتي للأهلي أنت لتلبتي ولا أنت أهلي لتلبك آآ لا جالي عدم الأهلي جالك عدم أهلي فكرتي ولا قلتي خلاص مضيتي على طول مفكرتيش على طول أه مفكرتي أكيد إضافة قوية جدا لكابتن آية الفئي لكن خلينا نروح لكابتن جانا الألفي وحاجة مهمة دي بنت كابتن إهاب الألفي مدرب فريق الدرجة الأولى سيدات في النادي الأهلي في الموسم الماضي كابتن جانا إزاي لعبتي باسكت ملعبتيش طايرة مع أن كابتن دينا جودة برضو ممتها كابتن دينا جودة لعيبة أنه دي قالي في الكرة الطايرة دي كانت حاجة مهمة لعبتي باسكت ومشيتي مع كابتن إهاب ملعبتيش مع كابتن دينا زي؟ لا هو أنا مبارة صغيرة جربت الفولي الأول كويس بس أنا مكنتش حباية بصراحة مش حباية مش عايز الصراحة قوي النهاردة عشان برضو ما هو سامعانا فأنت عمت برضو ترواحي في بيتي لا يموني برضو أخذ بلا أن أنا أصلا مليش في المليش ما عنديش أي فكرة أصلا عن الفولي خالص محبتهاش خالص فأجريتي على ملعب كرة الصلاة لقيت أنا الواحدي مكنت ليس صراحة ما كانش فيه ضغط اللي أنت لازل تلعابي طايرة لأن تعرف برضو أولياني لا خالص هم كانوا مديني حرية أن أنا ألعب لأنا عايزي يعني وتعلقت في الصلاة أه الحمد لله التعلم مع أباوة زي في البيت في كرة الصلاة آه لا 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 على طول بابي بيشجعني وعلى طول فيه تفاهم مش هاي حاجة مقدة يعني غزبا عني أو بيزالي لا لا يعني بيقعد يتكلم معاكي في الباسكت في البيت وكده مش كيفاء البلعب يا أب ملعب والبيت كمان يا كده صح طيب خلينا نروح لكابت القاية والسؤال المهم اللي اتنين نجبات اللي قدامنا دول بيتكلموا على NBA و الأكاديمية عايزين نفهم نهم أي NBA أكاديمي دي هيا قولي أي NBA أكاديمي دي آم هي حاجة بتعملها ال NBA اللي هي في أمريكا نفسها بحيث أن هي مسلا تشوف الناس النوم صغير وكوشين أو في كل البلدان العالم في دلوقتي ال NBA أكاديمي دي أفريكيا الأول بتجمع الأحسن ناس في أفريكيا وتختار بقى وتمرنهم وتختار منهم أحسن ناس بحيث أن هما يمثلوا NBA أفريكا في أمريكا بقى بعد كده الوصول لها عشان يطوروا كرة السلة في العالم ده الهدف الأساسي لها آه يعني طب عشان تنقلوا خبراتكم للعبات الموجودين أو اللاعبين الموجودين في مصر أي وكمان برضو في الكامبات دي بيبقى فيه لعبات مشهورة ولعبات لعبات WMBA وفي ناس لعبة NBA نفسها ومن أفريكا ومن كل دول فبيجوا لهم بيبقى الكامبات بتوعنا فدي بحد ذاتها خبرة كبيرة قوي بالنسبة لنا أنه نقف قدامهم وهم يمرنون هي فعلا بتتكلم صح لأن خبرات اللاعبين دول خبرات مهمة جدا أن هما يكتسبوها وهم صغيرين في الوقت ده عشان يقدروا يكون عندنا منتخب قومي للسيدات إن شاء الله في المرحلة اللي جاية منتخب قوي لأن فعلا منتخب السيد أعتقد دوله ماشي على التراك أو على الطريق صغير كمان عندنا نجمات محترفات كتيرة كابتالي جانا لازم أستألك السؤال المهم دخلتي NPE جونيور وحققتي 14 نقطة وحققتي رقم واحد مزبوط كده في تهديف في السنغال احكي لنا على الموضوع ده هو حذك إحنا زي موت حذك إحنا بيجمعوا أحسن ناس من أفريقيا وأنا الحمد لله كنت منهم أنا وبنت تلفزور اسمها شازا وولد من سبورتينج اسمه حاصل تمام إحنا الأول رحنا على السنغال مررنا خمسة أيام صبحوا بالليل بشأنهم ما كانوا بيجهزونا بشأننا لعبا موت شات وكانت التشامبينشيب كانت تتبقى في أمريكا في أرلاندو كويس فالحمد لله ربنا أنا توفقت هناك يعني الحمد لله إحنا ما وصلناش في فينال بس يعني وصلنا للسيمي فينال وخسرنا من لاتين أمريكا بس فساعتا بقى أخد توب سكورر هناك توب سكورر دي كان حاجة مهمة جدا أكيد لينا لاتنقلتي الأكاديمي إزاي هم أصلا كانوا مختاريني من الجنرين بإختاروني من هناك أيا أختاروكي من إي أيا أختاروكي من من اللعبة في مصر ولا من إي بالزبط لا اختاروني من منتخب مصر بتاع 16 بطولة اللي فاتت كانت في رواندا شهر 8 الصور الجميلة اللي انتوا صورتوها صح؟ أعرفك الصور دي كويس أول هم بيشوفوا الفيديوهات وهم بيبقى فيه أصلا قريدي يعتبر ناس مترشاحة وبعد كده هم بقى يشوفوا الفيديوهات عشان يختاروا من الناس مترشاحة لتستحق نهاياته فأنا الحمد هاختروني منها بابا عمل مفاجأة في سنغال ليكي اه ايه اللي حصل احكيلنا اه وأنا وأنا رجع خلاص احنا خلصنا البطولة وكان معادي نحنا نسافر وانا رجع لقيت كوتش كوتش كيتا اللي هو مسؤول عن البنات والولاد قال لي ان انا هاد في سنغال انت هتعودي في سنغال اه قال لي هاد في سنغال مع بابايا اول ساعتها بابي كان متفق معاهم هناك اه وغير لي التيكت بتاعت تيران كان ساعتك تطورت افريقيا موجودة هناك اه فقعدت تطورت افريقيا طب قوليني تطورت افريقيا بشكل مختلف اكيد وانت بتفرجي عن نجمات افريقيا بتتفرجي بشكل مختلف وانت بقى جوه ارض الملعب غير بطايف تلفزيون ايه لك تسابتي هناك من نجمات افريقيا لا اكتسبت حاجات كتيرة ويعني الطريقة اللي هم بيلعبوا بيها خبرات عندهم ما شاء الله خبرة يعني لا الضرب بقى وزاق لا مش حاكي لازم بسك بقول محتاجة حد يعني يعافر في اللعبة عصلاك عندي كفتل صلاحة تقعدا معاية هنا وقالكلي اننا لما هناك في افريقيا اكواع بقى وضرب سوريا يعني كات ما شاء الله عليها كتبتتخل ما بين التوال كلهم هدافت افريقيا ما شاء الله يبقى حكيلي حكيلي يا سوريا هناك ايه إن شاء الله هكت � secret define واكيد المنما فالمرأة اللي جاي اللي نتمنى لهم التوفيق عشان دايماً مصر تعتلي قمة الصدارة الأفريقية وتوصل لطريق العالمية بإذن الله قوليلي أكيد أنت في طريقك في الباسكت في دعم أسرية أكثر ما استعبنا دي حقيقة احكيلي دول هما من صغري أنا كنت بلعش في باحة وباسكت وكت دايماً ميلة أكثر للباسكت وكده فبعد كده أم بابك كل عيتي كلها كانت سابورتيف جداً وخلوني أكمل في الباسكت حتى أدوني برايفت أني أحسن مستوية أكتر ودعم نفسي وكل ده هما بجد هما يعتبر سبب كل حاجة أنا فيها دلوقتي عشانهم كانوا سابورتيف جداً لها من صغري مين نومبر وان فيهم ما تقوليش كلهم في حد أكيد أكتر واحد تعبانك في بيدي ده آآ بابا بابا اللي تعبان كنت أفاك وتقولي ما هو صراحة صراحة موضة هو اللي بيوديكي و هو اللي بيجيبك آآ يعني هو برضه موضة وديني بسببه كان أكتر كان دايما بيجي معظم موضت معايا وكان وكان لهوا كان عنده استعداد انه هو كان في قطوط أفريقيا انه هو كان ممكن يسافر معايا يعني شجعني هناك لما سافرت مع المنتخب بيكلمك في فانيات الباسكت بصراحة شديدة ولا ما بيتكلمش في الحتة دي معك لا 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 بيتكلموا بيتكلموا طب النهاردة وانت نجمة كبيرة ونجمة جوا نادل قال يتلولهم نيه كده على الهواء لا هزي توصي الكاميرا أحب أشكرهم جدا بجد عشان لولايهم مكنتوش هاوصل لانا فيه دا دلوقتي هي مقتضبة كلمة مقتضبة من آية خلينا تشوفي جاني هتقول ايه برضو كلمة مقتضبة كيل نفس الكامة هتقول ايه لا بوجد الكاميرا بتاعتك لا بجد ايوا انا بجد من غيرهم انا ولا حاجة بجد والله يوم دعموني كتير قوي وبجد مين بي دعبك؟ شكرا لا الاتنين الاتنين مع بعض الاتنين عشان الاتنين مروا برياضة بعدين مامتي مش مش عارف البيت لا مامتي كاب تلعب فالي فالاتنين عندهم بقى خبرات في الرياضة بس خبرة الباسكت اعتلت الترتيب عندك في البيت ممكن ممكن اه صح كده؟ طب قوليلي ايه شكل منافسة في مصر يعني خلاص ده عن الاسر تعمل لك الشكل المنافسة في مصر النادي الاهلي بيتنافس مع مين او مين بي نفس النادي النادي احنا دايما في سننا كصغرين اللي بي نفسه دايما معنا على بطولة جمهورية بيتبقى دايما نادي الصيد او سموحة فبس موظم الوقت بتبقى نادي الصيد فهي منافسة تبقى جامدة قوي ما بيننا وما بينهم ودايما موظم الوقت بيبقى اهلي والصيد على الفينال جمهورية يعني دايما الكلام ده مؤتفقة معها في الكلام ان الصيد وهيدير انديها لجامدة حتى احنا في 16 عندنا برضو الصيد وسموحة ما بنفسونا يعني على بطولة جمهورية وزي انا لو ما كنتيش لعيبة كرة سلة كنت دايما عايزة يعني تلاقي ايه في الرياضة تلاقي تبقى لعيبة ايه ممكن بقى ممكن كنت هحاول بقى في الفولي بقى تحاول في الفولي يعني يا باسكت يا فولي الموضوع منتهد مش هندبول مثلا زي ما لها بلعبت لا لا كنت مش نقى خالص قولي لي ايه وعياتك برا كرة السلة برا كرة السلة ام صحابك خروج صحاب ولا مفيش لا لا فيه ثوع بس انا مش انتريست دياني الحتة دي قوي مش انتريست دياني انت انتريست دي الرياضة اوه اكيد الرياضة ليه طموح والطموح هو الاهم حاجة عند الرياضة لان الرياضة ليه ما عندهش طموح يبقى ما عندهش حياة رياضية اكيد النجمات اللي قدامنا عندهم طموح مختلف اكيد عايزين اعرف طموحهم ايه ايه طموحك ايه مع كرة السلة ام ان شاء الله اكمل في المنتخب اللي طالع كاس عالم وفيه منتخب لسنية تحت 18 ان شاء الله ادخلوا برضو باذن الله ويعني دايما معزم كل عيبة الباسكت ان هما بيتمنوا ان هما يجي لهم سكالرشيب في امريكا بحيث ان هما يلعبوا في دور جامعات امريكا ودي تعتبر دي حاجات كويسة جدا ان انت توصلها فكلنا بناهدف وعندنا هتموح ان احنا يجي لنا سكالرشيب من امريكا ليه امريكا وليه مش اوروبا ام بحيث ممكن بحيث ان احنا امريكا هو رائبة يعني 3-4 ساعة امريكا 10 ساعة امريكا بحيث او هكلم عن نفسي بحيث ان امريكا بنسبالهم هوا بباسكت رقم واحد وهم جامدين فيه جدا فالهوا اكين هم حاجة بلاعبوا بيتقدسواها فالهوا هناك هتبقى جامدة اوى ان نلعب في دوري زايدة ده تموحك فالحياة او يعني بتفرجي علي امريكا النجم المفضل الكبير عندك لبرون جيمز اسمعنا نايمي كان مايكل جوردون. تفريطت على مايكل جوردون؟ اوه طبعا. ايه بقى رأيك؟ ايه الفرق؟ مين؟ مفيش؟ هو مش عارف هو انا يعني بحب طريق لعبه قوي. وبعدين هو مو كي كونس نفسه بوزيشن بتاعي. بس هو هو ده الاستار بتاعك؟ اوه هو فانستار بتاعي. متابعة الدوري ده؟ او الا بتفرج عليها الفرصة بتاعها؟ لا هو يعني ما قدش حاجة انا عطول يعني بتفرج عليهم المتابعة بس لا متابعة بس مش اللي هو على طول كل يوم يعني. مش هتقول يعني. امريكا الحلم وكمان اكيد جانا لالفي عندها حلم. بتحلم به مع بعض عقود الاحتراف اللي جاء تلاقي قبل كده. وليس سنة 16 سنة. الناس طلبوك يا اعتقد صحي كده. اه. طموحها فينا. اوه حاجة ان شاء الله ان انا يعني. اكمل في الناس الاهلي واخد بطلات تاني كتير ان شاء الله مع الناس الاهلي. واننا ندخل منتخب مصر ان شاء الله. وان على فالWMB. ما اقبل ان شاء الله اه. النوية. ان شاء الله. لا انا عارف ان انت تلعب في ذلك. ان شاء الله انت تلعب فيه. اكيد ايه هاسألك على منتخب مصر. منتخب مصر لسه ما وصلناش ان احنا نرتقي الى رقم واحد في افريقيا. إيه اللي بيفرقنا؟ إيه اللي إحنا نقصل لنا؟ وقسك عندنا إيه؟ صراحة؟ الصراحة اللي يغل بدنية يعني إحنا في أفريقيا اللي فاتت خدنا تاني بعد مالي بغد هم بغد نظر يعني بي أفتر بس إحنا لعبنا مالي في كهما كانوا معنا في المجموعة والفاينل خسرنا موتشين بس هما أقوي وليقيتهم بدنية عالية جدا جدا وكمان بقيتهم غير بقيتنا تماما فده ساعدهم قوي إن هما يبقوا كده فإحنا دايما بتبقى معظم الوقت الفرق ما بيننا وما بين بيته وأفريقيا اليقى البدنية دي وسرعتهم هما بنقوا سرعة قوي وكلهم يعني عضلات وجامدين جدا لا أحكيلي عن المتشاط اللي كنت بتلعبوها والكواي اللي بتخديها والضرب الشكل مختلف في البسكت هناك في أفريقيا عن البسكت اللي تلعبيه في مصر؟ أه أكيد هناك بقى لهم أجسام كبيرة وعضلات وبيضرب وحتى لو هو موتش ضعيف مش جامد أو مش فرقة جامدة قوي بس لهم برضو ستل لازم ألعب جامد إنه مصر أكوية بيكوعه وبيعمله وكان يعني كان عندنا فيه موتش ده تعتبر كان أحسن موتش في البطولة موتش مصر وأنجولا اللي يكسب ده كان سمي فاينل اللي يكسب كان هيطلع فاينل مع مالي واللي يكسب هيطلع كاس عالم وإحنا كان هدفنا نطلع كاس عالم ونقابل مالي في الفاينل فالماتش ده كلنا طلعنا كل اللي عندنا والهوا بقى ماتش كان يحياء وموت في كله بقى زبط فما كانش في قدامنا قرش إن إحنا نقصر كان سبب رئيس اندي خسرته ده في البطول الفاينل ولا كان الماتش الفاينل صعب شوية علينا أه حدك أزل اللي هو عشان خلاص إحنا حققنا هدفنا حققت الهدف بالزبط وده طبيعة اللعب المصري في كل العين الصراحة ممكن تكون سنة بس هما برضو كان مالي كان ممكن فرقين عن مين حبها في الياقة في الياقة في الياقة هكلمك بصراحة هناك عندهم القوة البدنية هي الأساس في الحياة بزبط بزبط إحنا عندنا البنت بتخاف تخش جم وتربي عضلات وكده بصراحة اه ممكن اه بتفرق اه بتفرق كتير الرياضة مش كده اكيد صح؟ اي لازم نبقى قوية ونروح جم ونطلع وكل حاجة بتروحي الجم والكلام ده كده ولا لا على اكيد بروحي بتروحي ما عندكش مشكلة خالص بتطلعي من تدريبك مثلا بتعملي حاجات زيادة ولا كلها اطار التدريب الافمي في داخل الناس لا على اكيد بقى حاجات زيادة مثلا ممكن اجل شوية اشتغل بطن وضهر في البيت كده اه بتعملي حاجات زيادة في الرياضة بتلعب الرياضة كل يوم وبتزكلي صح؟ اه ازاي بتوفقي اكيد دي حاجة مهمة جدا للنجماتنا الصغيرين اللي متواجدين بتفرجوا على كابتن انجانا اكيد عايزين اعرفوا ازاي بتوفق عشان لما يكبروا يبتدي يسلكوا ذلك النهج بتوفقي ازاي بندراسك ومين اللي عمل والله انا يعني على طول مثلا قبل التمرين لازم اذاكر ممكن لو انا عادة شوية بعد التمرين اخواتي عندهم تمرين كده بيبقى معي مذاكرتي اذاكر اول ما بروح لازم اذاكر وبعدها نام صح الصبح عشانا عندي مدرسة يعني انتي عايزة تقنعيني انتي قاعدة يعني يا بس ده كلام هي قاعدة بتذاكر في النادي وسايب الباسكت عايزة تقنعيني لا 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 اعزي بعد التمرين ايو بعد التدريب يعني خلال التدريب وتشوفي بلعب السلة وتعودي سايبها وتعودي بالكتاب وتسيب كرة السلة متأكدة متأكدة ايو جايز ايا نفس الكلام ولا في اختلاف عن جانع بتنظمي وقتك ازاي؟ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اذا 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 ا بصح؟ ده كلام واضح. جلنا الالفي لعيبة كرة سلة محترفة دكتورة مهندسة محسنة. يا رب. يا رب. لا يا رب ايه بس بنا عايز اعرف بسألك السؤال. يا رب روحي فيه في الاتنين. نا ان شاء الله كم في الاتنين. في الاتنين. اه. طب نطلع نخلينا في الاحتراف. اوكي. لعيب بصي تختاري واحدة من اتنين. لعيبة كرة سلة محترفة. ولا الدراسة والهندسة ودكتورة. ايا كرة عايزة بلعي. لا انا بس اوضل يعني. كامل في البسكت. ويبقى برضو اهم هندسة. يعني راقم واحد الرياضة هي الاهمة عندك. ممكن شوية. ده اتموها الرياضي. اكيد ده اتموها الرياضي في الوقت ده. الرياضة اختلفت. وبزيت الرياضة النسئية في بصر. عندنا بناتنا فعلا الموضوع اختلف للنسبة لهم جدا. الرياضة هي اهم حاجة في الحياة عندهم دايما بسأل السؤال ده عشان اعرف رد الفعل. اغلى الوضوع الافعال اللي بتقلنا عايزة تكون لعيبة محترفة. مش عايزة اطلع في. بتعلم كويس لكن في نفسها تبقى لعيبة محترفة. ايه اخبار السوشال ميديا ايه ولا اهتمام. السوشال ميديا ايامنا وكانش فيه سوشال ميديا. او. لكن الايام كنتوا السوشال ميديا ايه. يعني كل حاجة. بتهتمي بكده وبتقري الناس بتكتب عليك ايه ولا الموضوع بالنسبة لي. اه ممكن اه بس مش معظم الوقت. حتى مثلا ممكن في ناس تقول كلام مش مش اكيد. يعني كلام الصح. في ناس بتقول الاراء. فلا هو انا انا ماشي هتقبل الاراء بس مش لازم اخدها راكم واحد بالنسبة لي. ان هما طالما انت قلتوا كده يبقى دي الحقيقة. بس لا انا ممكن اقراها بس عادي تبقى عندي فكرة عنها بس مهتمش بيها خالي. يعني اهتم بس مش تدرجة النهاية تبقى راكم واحد بحيس ان لو عملت كده لا ده هيتقل علي كذا لا انا لازم اركز فانا بقى شايف ايه الصح اللي بعمله ومستويه هيتحسن بي ولا لا. يعني انت بالنسبة لك تقريب وايس. الاجابية شو فيها ايجابية والسلبية شو فيها سلبية والطواري من نفسك. بزبط. لكن لا تتأثري بالمكتوب. بزبط كم. جانا. ها تتأثري ولا تأثري. بقى كم فتأثرت برضو. كل واحد وليه رأيه. ممكن مسلا ناس تبقى تشايف ان ده صح. او مسلا حد يتكلم علي كويس. في ناس مسلا ليها رأي تاني. عادي هو كل واحد ورجع نظره يعني. هو في حد شايف ممكن ممكن ما يكونش اتنين شايفين زي بعض. اكيد فيه سلبية وفيه ايجابية. هل حسنتي في مرة السوشال ميديا بتقصو عليكي فوقت الملوات ولا دايما مشيين في ناحية ايجابية معك؟ لا اما بصراحة مش 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 بها شغل بها لي او مسلا لو شفت حاجة مش اوكي ده رأيو. انو شفت حاجة يعني بالضبط. تيديك هدافع لقدام. قوليها عشان اكيد بمراحل السنين التي مرت بها اكيد عندك مدربينك. واكيد النهاردة وانت كده على هوا عايز بلوم كلمة لمدربينك. اللي مرنوك على مدار على مدار الوقت القسير ده في كرة السلطين. هم ايه؟ اه لهم يعني شكرا اوي. اما بجد تعبوا معي اوي كله مدربيني. اه مرنوني كويس وكانوا عايزيني ابقى احسن. اكيد. فاحب اسكرهم اوي بجد. مش عايزة نسحد يعني بصراحة. يعني من. كلهم. كلهم بصراحة. ولا حافظهم نقول اسمائهم. انتي عايزة. مش عايزة نسحد. مش عايزة نسحد. مش عايزة فيك اوي في الموضوع. اوي. هو الوحيد يعني اللي يعني كان مهتم اوي بيا وآآ. بتنزله الملعب مع بعض? طبعا. كتير. ممكن مش كتير اوي. بس لا هو على اقل يعني لما نزلش ملعب معي. بيديني حاجات اعملها انا لوحدي عشان هو السيدي اللي فات زي ما حاك قلت. يعني زي ما حاك قلت يعني. انه هو كان مدرب. هو مدير فاني. اه كان مدير فاني فعلا اللي بنات. مش عايزة بطلات وانجازات. دي حاجة. الحمد لله. الحمد لله. بس الوقت ايه بقى مش موجود. ما فيش مشكلة خالد بس اوها بقى موجود في البيت وموجود معاكي. لا اه. 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 سافر خلاص. اه خلاص. سافر. ربنا يوفق يا رب اتمنى التوفيق لكابتن ايهاب الالف. لان فعل نجم النجومنا. واكيد السنة لفادك اتسانة نجحة بنزبالو. ونتمنى له التوفيق في كل حتة الانهية دي. اولاد النادي الاهلي. اذا كانوا جوا النادي او برا النادي كلها بتتمنى التوفيق للموجودين دلوقتي. وكمان ولادنا اللي بيتتركوا النادي. وبيسافروا الخلق كيب ما اتمنى لهم التوفيق. اكيد كلمة نهائية لمدربينك. اه. احب اشكرهم كلهم. برضو مش عايزة انسى حد زيها. بس بجد ان هم تعبوا معايا جدا جدا. وبلولاههم وبلولاه دعم اسريتي ما كنتش هاوصل لنا فيه دلوقتي خالص. فبجد شكرا اوي. انا اللي بشكركم جدا جدا. ولازم اشكرهم. بقولهم ان شاء الله نجمات على الطريق قريب جدا. يكونوا متواجدين في فريق الاول النادي الاهلي. ويكملوا مسيرة الانجازات لسيدات كرة السلة في النادي الاهلي. كابتن جانا نورتينا وشرفتينا. بلولك بتوفيق بإذن انا في المرحلة اللي جاية. وكابتن ايل فيه كمان نورتنا وشرفتنا. واكيد بنقولك مزيد من الانتصارات مع النادي الاهلي. ودائما مع ابطالنا وانجمنا. هندور عليهم في كل الاماكن. وهنتفضل متابعينهم لان هم دول وجهة النادي الاهلي في الرياضة. في اخر حلقة بشكركم. والى اللقاء. اشتركوا في القناة.